السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم إن شاء الله بإذن الله كنوا بألف خير وساعد إن شاء الله بإذن الله درس النهاردة هنشوفوا إزاي بإذن الله نحسبوا كميات الجزيرة الوسطية ديت لوحدها طيب وهي بإذن الله بس كده أقول مقدمة سريعة لما تم شرحه في الدروس السابقة وهو إن المشروع دوت إحنا عملناه من البداية حتى النهاية تمام وصممناه زي ما حضراتكم شايفين إن المشروع بيحتوي على تقاطعات وبيحتوي على راوند أباوت تمام وبعد كده اتجهنا إلى حساب كميات هذا الطريق بدون الجزيرة الوسطية وثم بعد كده عملنا إزاي إن إحنا نحسب كمية الراوند أباوت ده لوحدها طيب إيه الدروس اللي عيتم تداولها الأيام القادمة هو بإذن الله أول درس النهار ده حساب كميات الجزيرة وطبعا اللي عيمشي على الطريق ده هو هو اللي عيتنفذ على الطريق ده ويبعد كده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الفيديو اللي بعده عنشوفه إزاي نحصر كميات التقاطعات وبعد كده إن شاء الله عنشوفه إزاي نعمل الإخراج الفني لتلك المشروع اللي هو ما يعرف به لوحات البلان أند بروفايل تمام وبعد كده إن شاء الله بإذن الله هنشوفه بقى الشيتات المساحية والمسترشيت الخاص بالموقع والخاص بالتنفيذ في الموقع طيب طلب بس كده واتعطلبه من حضراتكم إن أرجو لو الفيديو حضرتك استفدت منه إذا استفدت منه وطلعت منه بمعلومة أرجو إن حضرتك تتفاعل مع الفيديو وتسيب لنا إعجابك بالفيديو وتشارك معنا في الخير وتشارك الفيديو دوت عندك ليصل لأكبر عدد من الناس ولإن يعني جزات العلم نشره وإن شاء الله بإذن الله جزانا وإياكم كل خير وساعد طيب نبدأ إن شاء الله بإذن الله على بركة الله أنا هتعامل بالموضوع ده عن طريقه أنا هتعامل عليه بناء على الفيتشر لاين وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن الفيتشر لاين استخراجه من الكوريدور بيتم على البوينتو كود اللي موجودة في الكتاب على عرضي بتاع حضرتك واللي امتبع معايا من بداية المشروع إن احنا كنا عاملين الجزيرة الوسطية بأبارة عن لينك ويتزا أند سلوب تمام وقلنا إن هوت إن احنا نخليها هي اللي ماشى مع مناسيب الكراون وإن الحارة هنا اللي تبقى نزلة في فرق المنصوب الـ 15 سنتي اللي هو فرق الكيربيستون أو البردور طيب وقلنا نعمل التصميم ده يكون كده هوت مختلف عشان لو قابل حضرتك تبقى برضو عارف حضرتك عادة عامل إزاي إن مش دايما يعني بتبقى نقطة الـ BGL اللي هي المتساوية مع الأسفل طيب لو جيت كده حضرتك وقفت على اللينك ويتزا أند سلوب ده وشوفته في البونت كود هتلاقي النقطة اسمها B2 فأنا كده محتاج أطلع نقطة LB2 من الكوريدور ده وتفيه اتجاه الليفت وفي اتجاه الريت لأنه ده اللي عيمسيلي الجزيرة الوسطية فعبدأ أضغط كده على الكوريدور بتاع حضرتك فأقول له أنا عايز أستخرج feature line from the corridor تمامه وأقول له أنا عايز لكل المناطق وعبدأ كده أعمل أنا تشك عن الكل وخليهم كده هو مش مفتوحين قدام حضرتك بحيث يبقوا ظاهرين كده بشكل كويس وعبدأ أقول له أنا عايز الـ B2 اللي في اتجاه الليفت وعايز الـ B2 اللي في اتجاه الريت طيب هنا لو حضرتك عايز تغير اللير أو عايز تغير الـ Stair Up بتاعتك تمام حاجة بقى مهمة نتكلم عنها أن فيه ناس يما سألتنا عليها وأنا جوابتهم يعني كجواب شخصي ولكن قلت برضه أقولها في الفيديو ده أن لما تيجي حضرك أوقات تستخرج feature line من الكوريدور بيبقى عبارة عن مبهم ما تقدرش تعدل في أي حاجة طيب ده نتج عن إيه ده نتج أن حضرك لو تخلت في الـ Setting هتلاقي أن الكوريدور هتلاقي أن feature line معموله dynamic link to corridor يعني متفاعل أوتوماتيكي مع الكوريدور يعني أي تغير هتعمله مع الكوريدور فبالتالي هيتغير معه مع feature line لذلك هو ما بيخللكش feature line أنت تقدر تعدل فيه أي حاجة طيب نتعدى الكلام ده إزاي عشان حضرتك اللي هتعدل فيه براحتك إنه هتشيل الـ Uncheck على الـ Dynamics دي وهتبدأ تقول له أوكي وهتبدأ تقول له extract تمام هيتبدأ كده هو يطلع feature line اللي موجوه كده هو قدام حضرتك طيب هتعمل بهم إيه بقى وبعد حضرتك ما أتعلم عليهم هتقول حاجة اسمها Add to Surface as Breakline يعني دفلي feature line ده في سطح هنا لو عايز حضرتك تدفه في سطح موجودة عندك بي الفعل وهنا من آد دي لو عايز تعمله سطح جديد خاص بي فأقول له ده سطح جديد قبرة عن top بتاع الـ Median وعبدأ أقول له أوكي وعبدأ أقول له أوكي هنا هتلاقي أنا آسف أنا آسف أنا آسف اسكيب غزب عني ههو هقول له من top median وعبدأ أقول له أوكي وعيقول لي mid ordinate distance خليها عبارة عن سنتي واحد وعبدأ أقول له أوكي طيب هتلاقي هناك السطح ظهر قدام حضرتك ولكن مش متزبط في الحدود بتاعته طيب هتزبط إزا أنت بس ده سبب وإيه ده سبب منطقة الجابة اللي موجودة في النص عشان كده هو اعتبر عشان يوصل هناك وسط الخطوط بشبكة المسلسات عشان يقدر يروح عند المنطقة اللي هناك أنا أتغلب عن الكلام ده بمنطقة البساطة إن حضرتك هتروح من surface properties وتظهر contour and أنا آسف بس هنعملوها في السطح بتاعة top median وعن نظهر contour and triangles اللي هي شبكة المسلسات بتاعة حضرتك وانت مش هتعملها على الموضوع كله على فكرة انت بس هتمسح للمنطقة اللي في النص دي هتبدأ تقول له من edit surface delete line وتبدأ ديوس على حرف F وenter عشان يفعل لك الفنس اللي قدام حضرتك ده والفنس ده اي حاجة عيمر بيها اي خطوط يمر بيها يبدأ يشيلها فانت هتبدأ نشيله الحاجات اللي قدام حضرتك دي كده هو تمام عشان بس السطح يبان معنا وانا ابدأ المناطق دي حضرتك عايز تزبطها انا مش خليك تزبط لانت تمسح خطوط لقد اقول لك على حاجة جميلة جدا طيب اي هي الحاجة دي ان حضرتك عتروح عند التوب ميديان ده تمام ومن ديفينيشن عتقول لانا عايز اعمل امر اسمه من من ال تختار نوع بيسمى بي الاوتر وتخلي برضو تتأكد ان عبارة عن سنتي وتبدأ تختار اي موجودة عندك من اللي احنا استخرج بهم وتبدأ تقول له اوكي طيب لو كده جيت بصيت هتلاقي هنا ان السطح مأكد هو تبص بقى التزم بالمنطقة اللي قدام حضرتك دي تلقائ من غير بانت تمسح اي اخطوط بص السطح بتاع هو بقى موجود عندي على المنطقة دي بالزبط طيب ولكن هنا في المنطقة دي تجعلها طيب ازاي تخلي يظهر كمان المنطقة دي هتختار البولي اللي بيشكل المنطقة دي اصلا كلها واتبدأ تقول اوكي طيب كده هتلاقي قدام حضرتك اهو بقى السطح قدام حضرتك مية مية وملتزم به الحدود بتاعته تمام فلو شفت فيه ال وشفت هو هتلاقي قدام حضرتك اللي بيمثلك الجزيرة الوسطية طيب كده طيب انا مش عايز اعمل كده ينوط كده بيمثل لحضرتك عبارة عن سطح التوب اللي اي ان كان بقى يعمله فيه الانترلوك اي ان كان اللي هيتحط فوق لكن انا ينوط انا مش عايز كده انا عايز اشوف من الارض الطبيعية عقطع او عردم قد ايه عشان اوصل لاخر طبق الطراب طيب واخر طبق الطراب هنقول اللي هي مثلا نزلة 10 سنتي عن المنصوب بتاع الطب دوت تمام فهتبدأ تقول انا السطح ده عايز انزل منه مقدار 10 سنتي فهتبدأ تضغط على السطح بتاع حضرتك ده ومن ايد سيرفز هتروح علي حاجة اسمها ريز قل لور وهتبدأ تضغط عليها هتقول هنعيس تنزل 10 سنتي هتقول minus point 10 سنتي وتقول اوكي اصبح هو نزل بالمناسيب بتاعتك فرق 10 سنتي هنا انت حضرتك جاهز ويه برضو بالمرة ان من الجزيرة الوسطية واخدام اتجاه الرايت عبارة عن 3 متر 40 وفي اللفت عبارة عن 3 متر 40 طيب يبدأ عايز تعمل ايه فانا اقول انا هنا اللي كان بتاعت الطريق الاولاني فانا اعايز اعمل جروب حاجة جديدة تمام دي كده هتبقى عبارة عن 1 بتاعة الميديان اللي هي برضو نكتبوها كده minus 10 سنتي minus هي 10 سنتي تمام عبد اقول ايه اللي محتاج وحضرتك من هنا انا محتاج طبعا ال NGL تمام ومحتاج هيبقى السطح بتاع التوب بتاع الميديان اللي احنا نزلنا منه العشرة سنتي فاقول لهو فين هو عبارة عن التوب بتاع الميديان وهو هتدي له كده مثلا وليكن ستايل الفينش جراوند ده تمام وعايز بقى عشان اوريك بس المنظر هيبقى عامل ازاي فعايز الكوريدور بتاع الRD01 واتدي له الستايل اللي هو عبارة عن الRD داوت هتبدأ تقول اوك طيب تبدأ ينوت هتقول لبس تتعايز تزبط العروض بتاعتك فعقول بايرينج اوف ستيشن تمام وبعد ما اقول العروض وليكن مثلا احنا قلنا 3 متر 40 وليكن خليها 4 متر في اتجاه في اتجاه الليفت و4 متر في اتجاه الRD تمام وعقوله هنا الSambler بتاعتي خليها لكل 5 متر سواء في الخطوط المستقيم وفي الكربات وحط لي Samble في البداية وفي النهاية وعبدأ اقول اوك وهنا دا الوقت بإذن الله عن اقوله ملحوظة جميلة جدا وملحوظة مهمة جدا طيب بدا هو كده يعمل لحضرتك الSambler اللي موجودة قدام حضرتك والتزم بها كل 5 طيب احنا قلنا فيه قبل كده وإحنا بنحسبه كميات الطريق دا ان حضرتك لازم تعمل منطقة جاب هنا لان لما هو بيجي يشتغل بيشتغل بحاجة بتسمى بيه Average Area تمام فبيبدأ يشوف يشوف اخر station عندك نول اللي احنا عن حركه دا على الجزيرة هنا ويشوف الSan اللي هناك ويدربه في المسافة دي اللي غير حكاكية فتلاقي المنطقة دي محسوبة معاك ان الكمية هنا عالتكون زيادة ليه لان لما بنمسح السambler اللي موجودة في النص هو برضو بيتجاهل العملية المسح اللي انت عملتها وبيفضل محتفظ بالشغل بتاعه ولذلك احنا بنعمله عملية الجاب دي فانا بس النوات اللي عايز اعمله ان السambler اللي قدام حضرتك دا عايز اخط ان هو تحركه عند نقطة الانترسيكشن بتاعة نهاية الجزيرة في المكان دا فعبدأ كده اخده ويقول له انا عايز احطه عند نقطة الانترسيكشن اللي موجودة عند حضرتك هنا تمام وعبدأ كده اقول له انا عايز بالزبط عند نقطة الانترسيكشن اللي موجودة عند حضرتك هنا وبرضو نفس الكلام ان السامبل دا كده اخده من هين هو وحطه عند نقطة الانترسيكشن اللي موجودة عند حضرتك هنا اللي هي بتمثل النهاية بتاعة الجزيرة تمام وعبدأ دا مش لازم بحضرتك تمسح لنعمل عملية الجزيرة ولكن الأول نقطة هنزهر العرضية فعبدأ اقول له كريات multiple view هم هاي يقول لي عايز تعمل هاي بتاعة الارضي 01 مع السامبل الان الاس بتاعة الكون تاعة الـ ميديان مينس عشرة تمام وعبدأ اقول له فيه انا اخليه نوات عبارة عن الشكل البرودكشن دوت وفيه الـ data band اقول له كريم هنا هوت وفيه السيرفز الاولان يخذ المناصيب من الـ NGL والتاني اعتخده من التوب ميديان تمام وعبدأ اقول له create section view واروح في اي مكان فاضي حطه قدام حضرتك في المكان ده طيب هنا كده بعد محمل قدام حضرتك لو رحنا كده شفنا المناطق دي بص هتلاقي هوت عبارة عن ده كده عبارة عن سطح الـ NGL تمام وده كده هوت بقى بص ده كده التوب بتاع الجزيرة ولكن الخط اللازل يمثل لك التوب بتاع الميديان اللي احنا نزلنا منه لعشرة سنتي بص لازل بمقدار عشرة سنتي عن التوب وملتزم من أول الكربستون هنا لحد الكربستون نوات اللي على قد حدود الجزيرة وطبعا لما يحصل على السطح الصغير فهيلتزم بالمنطقة اللي قدام حضرتك دي طيب نبدأ بقى يلا نحسب كميات فتبدأ تضغط على أي سيكشن وتخش من كومبيوت متيريال هتأكد ان الاردي زير واحد والسامبل بتاعت الكواناتيتي بتاعت الميديان تمام وعبدأ اقول له انا عايز ان هو تماشي cut and fill وفي eg عبارة عن ngl والdetam عبارة عن top median تمام وعتبدأ تقول له اوكي طيب بعد هتخلص عملية الحساب بتاعته بص هتلاقي ان هو بالنسبة له كمية بص لحد ينهو كده بالظبط ولكن حاجة مهمة جدا 1125 هتلاقي فاضي لان هتلاقي لانهو ملغوش منطقة لو رحنا كده شفنا 1125 ده او 1125 بص لان العملية هنا فاضي معنده حاجة ولكن هو عيغلط معك ايه هو عيغلط معك لما يجي يحسب الكمية بتاعت دي لان هياخد الاريال اللي موجودة في ال سيكشن القبل منه انا عايز يتجاهل كل المنطقة اللي موجود قدام حضرتك هنا و دي ما يحسب لها اي حاجة فدي عتم بناء على ايه دي كده حضرتك عتم بناء ان تعمله منطقة جاب في المنطقة دي تمام فهتبدأ تقول له الجاب ده يتعامل ازاي هتضغط على اي سامبل لاين وتبدأ تقول له من شمال هتبدأ تقول له سامبل لاين جروب روبرتز عايز اعدف الخاصة ببتاعة السامبل لاين و اقول له الماتيريا اللي اللي كانت موجودة دي مثلا احنا ساموها بعض نفس الكلام بتاعة الميديان تمام و عابد اقول له انا عايزك تعمل فيها منطقة جاب وال اد نيو جاب ده عايبدأ تنهوت استيشن البداية بالنسبال هي المنطقة دي طبعا احنا كنا ممكن نزق هذا شوية ولكن مش مهم بس يعني احنا بنشوف كده ده مثال توضيحي تمام و عابد اقول له برضو نهاية الجاب عندك هتبقى ليه السامبل لاين دوت تمام و عابد اقول له انثر و عابد اقول له اوكي و عابد اقول الكلام من ده اعز بطلع الكلام ده و كده هو تحصل الكميات في جدوى الجنب منك كده قدام حضرك وهتبدأ تخش في الكمبيوت ماتيريال تمام وهتبدأ تقول له انا ااسف فس هتبدأ تخش في view group و روبيرتز وتخش انت اريد تزبط في ايه هنا انا اريد اريد البيفر هتبدأ تقول له apply و اريد 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 جداول جنب كل حاجة موجودة قدام حضرتك حضرتك لا تريد المنطقة في النص الفضية لا تريد اريد هتبار عن ساكاشن موجودة فضية اريد 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 الكلام ده حتى تختفي معنا من الساكاشن اللي موجود قدام حضرتك طيب هنا بعد ما خلص لقيت الدنيا مش متزبط هتبدأ تضغط على واحد وتقول له update group buy ليه قوت هتلاقي كل حاجة اتزبط جنب البطاع بتاعه ههو نبدأ كده نروح عن ده هنا هو كده تمام و عبد اخد الساكاشن اللي قدام حضرتك ده كده هو تمام اهي الكلام اللي قدام حضرتك كده وكل هتبدأ كده هوا ادي بعد ما سلقنا كلهم فاهمنا هتبدأ تعمل لهم امر إريز عادي فبالتالي سيختفوا معاك من الساكاشن العرضية اللي طلعت قدام حضرتك وعايز بقى اوردي كده حاجة معينة طبعا انت حضرتك عارف ازاي هتطلع الجداول ل المتيريال اللي ست ديت تمام ده نغضوك مع حضرتك ونبدأ نعمل عملية إريز تمام انا دلاتي بقى اقول لك على حاجة جميلة جدا انت دلاتي عايز توصل للقطاع ده كده على طول فتبدأ تضغط على ده وتبدأ تعمل وتقول الكميات قدام حضرتك فهو الكمية بتاعته بمنطه الجمال والدقة تمام ولكن لو جيت حضرتك شفت في ال اللي بعد منه اللي انت حضرتك عايز ينهوت ده هتلاقي المنطقة دي هو لما يجي ياخد الاريا اللي موجودة ينهوت مع الاريا اللي موجودة ينهوت ويدرب في المسافة حيلا المسافة المنطقة طيب ويشاهم حضرتك كده شفت لغيالك كل الكلام اللي موجود اللي كانت زيادة قدام حضرتك انهوت فدي كده منطقة الجاب عايز تعدل الكلام ده تضغط عليه وتعمل update برضو نفس الكلام وهنا هتلاقي في هتروح من analyze وعتقول total volume table عايز احسب ليه اعني عايز احسب ليه المaterial list بتاعة الكون تي بتاعة الميديان وخلي هالي كلها كده في جدوة واحد كده عبارة عمية تمام وتبدأ تشوف الاصطرال اللي حضرتك عايز لو عايز تعدل فيه الكتابات هتبدأ كده تحط قدام حضرتك هنا هتلا كده زهر لك الكميات الاجمالية 656 في الفل و5306 في الفط ارجو ان شاء الله باذن الله كون الفيديو عجب حضرتكم وانتظرون ان شاء الله في الفيديو القادم هو حساب التقاطعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته